جولة الصحف العربية الصدر اليوم نبدأها من مصر حيث نقلت صحيفة الأهرام عن بيان لوزارة الخارجية المصرية أن القمة الإفريقية حول سد النهضة الإثيوبي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق حول ملئي وتشغيل السد يتضمن آلية قانونية ملزمة لفضل النزاعات وأشارات لأنه تم خلال القمة تأكيد ضرورة تركيز مفاوضة سد النهضة على كونه سدا لتوليد الكهرباء غير مستهلك للمياه وعدم إقحام أي موضوعات غير ذات صلاة بالسد أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات وفي الإمارات قالت صحيفة الخليج في مقرأي إن القمة الماراتونية الأوروبية الأخيرة انتهت نهاية سعيدة وكادت في بعض مراحلها أن تفتك بالاتحاد الأوروبي وتكتب نهاية مأساوية لرحلة استمرت عشرات العقود وأضافت أن القمة التي عقدت في بريكسل على مدى الخمسة أيام أصفرت عن نتائج فأقت التوقعات وأقرت على الرغم من الخلافات والمفاوضات الصعبة ميزانية خطة إنعاش اقتصاد بقيمة 750 مليار يورو على شكل منح وقروض لمواجهة الركود الذي نجم عن جائحة كورونا والأهم أنها أبقت على أوروبا موحدة وفي قطر توقفت الصحف المحلية عند جائحة كورونا ومعركة اللقاحات حيث تنقلت في هذا الصدر تصريحا للمدير تنفيذي لبرنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان استبعد من خلاله بدء استخدام اللقاحات الجالي تطورها لمنع الإصابة بمرض كوفيد-19 قبل سنة 2021 وفي البحرين كتبت صحيفة أخبار الخليج أن منظمة تابعة للأم المتحدة حضرت من أن أزمات ليمن الغارق في الحرب تهدد بزيادة أعداد الذين يعانون من مستوية عالية من انعدام الأمن الغذائي بنحو مليون ومئتي ألف شخص خلال ستة أشهر